تعددت الوجوه الجميلة والانسانية للرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص في ظل انها اصبحت تمثل جزء رئيسي من حياة الملايين حول الكرة الارضية هنا نستعرض معكم بعض المشاهد التي تزيد من متعة كرة القدم وجمالها بعد نهاية مباراة منتخب البرازيل وجنوب افريقيا تجاوز هذا الطفل رجال الامن باتجاه رؤية نجوم البرازيل ليصبح نجما مثلهم بعدما التقطه نيمار واحتضنه مصطحبا اياه لرؤية بقية نجوم الصامبا الذي تهاتف للاحتفال مع هذا الطفل لم يقصد لاعب مانشستر يونيتد تسديد الكرة بقوة بعد اجتيازها خط الملعب لكنها اصابت احدى المشجعات ليتجه اللاعب لها مقدما اعتذاره على تلك الضربة القوية لم يتخيل هذا الطفل الذي يعاني من شلل ان يكون بين نجوم منشستر يونيتد ليتحقق حلمه بزيارة النادي ومقابلة نجوم الفريق الذي قدموا له الهدايا والتقطوا معه مجموعة من الصور التذكارية جنون ميسي هي حالة يصاب بها بعض الجمهير عند مشاهدته في الملعب لكن هذا المشجع زاد جنونه في ميسي حد الولع الذي دفعه لاقتحام الملعب وتقبيل رأسه قبل ان يتجه بنفسه لرجال الامن الالماني مسعود اوزيل يعد من ابرز نجوم العالم واكثرهم تواضعا يتجه نحو هذا الطفل بعد نهاية المباراة مقدما له قميصه وسط فرحة كبيرة ظهرت على الطفل هدية اخرى من النجم البرزيلي نيمار الذي خلع حذاءه قبل مغادرة الملعب مقدما اياه لاحد مشجعي فريقه السابق سانتوس كهدية طبل ان يتجه لالتقاط صورة مع احد المشجعين المعجبين به يزداد هوس المشجعين وعشاق النجم ليونيل ميسي في كل مكان يتواجد فيه سواء مع المنتخب الارجنتيني او برشلونة لكنه يبدي ردة فعل رائعة ومتواضعة مع هذا الجنون سواء بتقديم قميصه او التوقيع على قمصان المشجعين يتسبب دخول هذا الكلب في توقف المباراة لكنه لم يكتفي بالمرور من الملعب واراد الجلوس في ظل تجمع لاعبي الفريقين حوله الذي قاموا بحمله بكل عناية لاخراجه من الملعب لك ان تتخيل مدى سعادة هذا الصغير وهو ابن اللاعب المكسيكي خواد رادو الذي يترقب خروج ميسي من غرفة تغيير الملابس لتحيته بالرغم من صغر سنه الا انه مولعا بنجم كرة القدم العالمية الذي احتضن وسط حالة من السعادة الغامرة التي تغمره برفقة والده لم يجد اديسون كافاني نجم الارغواي مساعدا للخروج من الملعب بعد اصابة سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تطوع لمساعدة مهاجم الارغواي مرة اخرى ميسي ينتظر هذا المشجع الذي اقتحم الملعب لاجله لتحية نجمه المفضل وتقبيله هنا تملك هذا الطفل جرأة كبيرة للدخول للملعب نحو نيمار للحصول على قميصه لكن نجم منتخب البرازيل قام بمرافقة الطفل لخارج الملعب في وجود رجل الامن من حوله ليخلع قميصه ويقدمه للطفل الذي غادر باكيا من الفرحة اما هنا فلم يقاوم سيرغوراموس طلب تلك الصغيرة لقميص التدريب اثناء مغادرته للملعب ولم يتردد في تقديمه للطفلة التي عادت نحو اسرتها لالتقاط الصور وهي تحمل القميص لا يمكن لاحد ان يتخيل حجم السعادة التي يعيشها هذا الطفل المريض برفقة نجوم فريقه المفضل سندرلاند ومداعبة الكرة معهم وسط تصفيق وتشجيع منهم لتحول ما يعانيه من المرض الى فرح كبير لكن للأسف توفي طفل برادلي فيما بعد هنا ديفيد بيكهام قائد منتخب انجلترا السابق واحد اشهر اللاعبين يقدم قميصه لاحد المشجعين العاشقين له بقوة لحظة فارقة في حياة فرناندو توريس نجم اتلاتيكو مدريد بعد تعرضه لاصابة خطيرة في مباراة فريقه امام ديبرتيفو لتسيطر حالة من الصدمة والخوف على لاعبي الفريقين تحقق حلم هذا الطفل الافغاني بمرافقة ميسي في مباراة برشلونة والاهل السعودي تلك اللحظات التي مر بها الطفل ستكون الاهم والابرز في تاريخه لم يصدق نفسه نيمار بعد قيادته لمنتخب البرازيل لحصد ذهبية اولمبياد ريو دي جانييرو الفين وستة عشر ليدخل في حالة بكاء شديد بسبب الضغوط الكبيرة التي كانت عليه لينفجر زملائه بالبكاء بتحقيق الذهبية للمرة الاولى في تاريخ السامبا عناية كبيرة من هذا الحارس في حمل الطائر الذي سقط في ارض الملعب ليخرجه بكل هدوء قبل ان يصبح بحالة جيدة بعد العناية به واطلاقه في سماء الملعب بعد تعافيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر